اشتركوا في القناة في القتل والجرحة واعطاب عربة نقل جنود بي ام بي لقوات النظام اثرى صد محاولة تقدم لهم على محور ابو جريف في ريف ادلب الشرقي اعلن الدفاع المدني ان طائرات النظام وروسيا استهدفت المناطق السكانية والمركز الطبي للمعالجة الفيزيائية في بلدة البارة بجبل زاوية جنوب ادلب واضاف الدفاع المدني انه وثق استهداف 22 منطقة ب55 غارة جوية منها 15 بفعل الطيران الحربي الروسي و47 برميلا متفجرا بالاضافة الى قذائف المدفعية وصواريخ من راجمات ارضية قالت شبكة فوراتبوست المحلية ان اجزاء واسعة من محافظة دير الزور شرق سوريا شهدته طول امطار غزيرة واضافت الشبكة ان عددا من المنازل التي تأوي نازحين في ريف دير الزور الشمالي تضررت جراء الامطار واشارت الى ان الاهالي اطلقوا نداءات استغاثة لتدخل المجالس المحلية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية لمساعدتهم بصورة عجلة وقعت ايران مذكرة تفاهم مع نظام الاسد نصت على تبادل خبرات تعليمية وتقديم خدمات فنية هندسية تشمل ترميم المدارس التي تضررت في سوريا وذلك خلال زيارة وزير التربية الايراني محسم حاج ميرازاني الى دمشق واشار ميرازاني الى ان ايران مستعدة لاعادة بناء وتجديد المدارس التابعة للنظام مقابل ادراج اللغة الفارسية في النظام التعليمي بغرض تعميق وترسيخ اوجه التعاون المشترك بحسب ما ذكرته وكالة انباء النظام سانا اعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا ارتفاع اعداد قتل وجرح زلزال ولاية الازيغ الى 791 شخصا واوضح كوجا ان 20 شخصا قضوا بفعل الزلزال بينما اصيب قرابة الالف بجروح يذكر ان سكان ولاية غازي عنتاب التركية ومناطق شمال سوريا شعروا بالزلزال وخاصة في حلب وادلب ودير الزور اعلنت كل من فرنسا وماليزيا واستراليا عن اصابات بفيروس كورالا الجديد الذي ظهر لاول مرة في مدينة ووهان الصينية وسجل في فرنسا اصابة شخصين بالفيروس وثلاثة اشخاص في ماليزيا وشخص واحد في استراليا وذلك عقب اعلان الصين تسجيل 26 حالة وفاة و881 اصابة نهاية الموجز مشاهدين الكرام تتابعونا الان منهج التائبين دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة